زيارة تاريخية هكذا أسماها الباكستانيون للحجم الكبير من الاستثمارات التي سيقدمها الأمير محمد بن سلمان لباكستان والتي تصل إلى نحو 22 مليار دولار أمريكي في وقت تعاني فيه باكستان اقتصاديا من تدهور آخذ في التسارع مع انخفاض مستمر في العملة الباكستانية أود أن أقدم شكري للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه لنا من مساعدات في أوقات الشدة وأنا مسرور جدا بقدومكم خاصة وأننا وقعنا على العديد من الاتفاقيات زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحمل معها الكثير من الرسائل السياسية في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين مع بقاء قائد الجيش الباكستاني السابق الجنرال رحيل شريف على رأس الجيش الإسلامي الذي أنشأته المملكة العربية السعودية لطالما كانت علاقاتنا بباكستان مميزة وأخوية وقد عملنا مع بعضنا في أوقات الشدة وأوقات الرخاء وسنعمل على استمرار هذه العلاقة خاصة أن باكستان الآن لها مستقبل منير مع القيادة الجديدة العظيمة ويأمل الباكستانيون أن تدعم زيارة ولي العهد السعودي موقف باكستان دوليا وإقليميا في الوقوف أمام الاتهامات الإيرانية لباكستان بإيوائها لجماعات إرهابية تستهدف إيران ودعمها كذلك أمام إصرار الهند على تكرار اتهام باكستان بالدولة الإرهابية زيارة ولي العهد السعودي هامة وتاريخية وستعمل على تغيير المسار الاقتصادي لباكستان ضمن مشاريع التنقيب عن النفط في ميناء جوادر وإيجاد مواقف داعمة لباكستان سياسيا وإقليميا إسماعيل مطر الغد إسلام أباد موسيقى